اهلا بكم احبائي برحب بكم في اسم المسيح ربنا المعبود اللي ادانا الفرصة ان احنا نفتح انجيله ونتكلم عن عظمة المسيح ولا سيما في انجيل يوحنة وصلنا لصحاح ستة احبائي اللي مليان معاني عن جسد الرب ودمه وازاي الرب ادانا تشبيهات في العهد القديم المن اللي اكلوه الشعب في البرية على مدار 40 سنة كان الرب بيديهم طعام او خبز جسدي يومي للقوت اليومي وازاي ده كان بيشير للخبز الروحي اللي الرب يسوع قال انه هو نفسه الخبز الحي الحقيقي النازل من السماء الوهي بحياة قال اباكم اكلوا المن في البرية وماتوا لكن اللي بيأكل الجسدي وبيشرب دمي بمعنى روحي اللي بيتغز علي وعلاقة وعشرة معايا بمعنى روحي ادبي مش معنى حرفي ابدا بيقول يحيا الى الابد بيقول من يأكل جسدي واشرب دمي فله حياة ابدية وانا اقيمه في اليوم الاخير حبا نستكمل سياحتنا في هذا الانجيل الرائع ووصلنا بنعمة الرب للجزء الاخير من اصحح ستة زي ما اشرته واللي فيه شفنا حديث الرب مع اليهود عن عملية مقارنة جسده بالمن اللي اعطاها الله للشعب في البرية عشان يحيو به بشكل مؤقت بشكل جسدي حرفي اثناء ترحالهم في البرية على مدار 40 سنة زي ما بنعرف وازاي المسيح شبه نفسه بالمن لكنه قال انه المن كان مجرد رمز مؤقت للمسيح اللي اعطاها الله للعالم حتى يحيو به الى الابد بشكل يعني روحي بيشير للمسيح بمعنى روحي وانه لازم الانسان يقبل المسيح وعمله وشبهه بعملة اكل الجسد وشرب الدم بمعنى حياته حياة المسيح عشان ينال غفران الخطايا وبأكد واقول يا حباي بشكل روحي وليس حرفي الموضوع مش اكل مش هناخد من القطعم المسيح ونأكل منه طبعا الرب بيتكلم كتير بمعاني رمزية وكانت الرسالة دي مثيرة للجدل على فكرة عند اليهود لانهم اخدوه بشكل حرفي وطبعا عندهم الشريعة كلنا بنعرف بتحرم شرب الدم مثلا في لوين اصحح 17 وبالمناسبة اقول ان واضع الشريعة نفسه هو الرب يسوع هو صاحب الشريعة ما ينفعش اكيد انه ما كانش بيطالبهم بكسر الشريعة يعني شيء بديهي ومنطقي اكيد فمن المؤكد ان الرب كان بيرسم ليهم صورة مجسمة عن عملية اتحادهم بموته وان حياته ينبغي ان تصير حياتهم بشكل روحي عميق وبالتالي يتغزوا عليه والعشرة معاه كل يوم بشكل دائم بشكل دائم والرسول بوليس استخدم تعبير الجسد والدم في حديثه عن التناول في ميدة الرب زي ما بتتذكره في كرونتس الاولى 10 و 11 فحباي لازم نفهم ان الرب استخدم عبارات وتشبيهات رمزية واستعارات مكنية باسلوب بلاغي باشياء وبامور من واقع الحياة ولا يجوز ان احنا ناخدها اطلاقا بشكل حرفي فمثلا لما قال الرب انه الباب هل كان بيقصد حرفيا انه الباب انه فعلا الرب باب ومفصلاته باكره وكذا يعني شيء من السخافة ان احنا ناخدها بشكل حرفي او انه مثلا الكرمة هل مثلا الرب يعني عريشة بتتعرفش على الحيطة وكذا اكيد لما قال مثلا في الموعز على الجبل انه على المؤمن انه يقلع عينه لو اعثرته او يقطع ايده او رجله انقذته للخطية هل ده كان كلام حرفي اطلاقا لا اكيد بنعرف كذا اكيد وما كانش الموضوع بتكلم عن شيء قطع حرفي وإلا ما كانش فضل فينا حاجة يعني كلنا بنخطئ كل يوم ايدينا وعينينا كلنا بتخطئ كل يوم لو بنقطع كل يوم ما كانش فضل فينا حاجة عشان كده قال الرب العبارة المهمة دي الكلام الذي انا اكلمكم به هو روح وحياة روح اي روحي وحياة اي يؤدي الى الحياة الابدية عدد 63 من نفس الاصحاح اللي احنا فيه وبالروح القدس فقط نقدر نفهم امور الله لانه الانسان الطبيعي لا يقدر ان يفهم امور الله بحسب كورنتس الاولى 3 والروح القدس بيعطينا الحياة الروحية زي ما وضح الرب نفسه لان القديمس تذكره في اصحاح 3 كنا تأملنا عنها في حلقات سبا وما نقدرش نشوف احتياجنا ليه عشان كده كل التجديد الروحي اللي بيحصل جوانا بيدقي وبينتهي بالله بيقدبينا لله اللي هو بيعلن لنا الحق وكمان بيساعدنا عشان نفهم ونقبل الحق وكمان يساعدنا عشان نتجاوب ونعيش نعيش الحق بشكل ملموس ومحسوس في حياتنا العملية اليومية في الختام حبا عايز يعني تعقيبا على الجزء الاخير ده بس حابب اقول لما احيانا بنواجه مواقف مش قادرين فيها نفهم امور الله ومش قادرين نستوعب فكره او عقيدة معينة ووصية معينة في الكتاب هل نجرب بالابتعاد عن المسيح بسبب صعوبة التعليم زي ما حصل مع البعض هنا في النص اللي قدامنا بيقول انه البعض ما استصعبه تعليمه وتركه ولا تصمد وتصبر وتطلب من الرب انه يوضح لك ويساعدك على الفهم والقناعة وكمان يساعدك على الطاعة والخضوع اثناء انتظارك لتدخله عشان تفضل جوه دايرة ما شئته وتكمل معها المشوار مشوار الحياة بسلام وامام فياريت يا ريت احبائي في النهاية نقول في النهاية الكلمات اللي قالها بطرس يا رب الى من نذهب وكلام الحياة الابدية عندك نروح فين يا رب دا كلام الحياة عندك ما ينفعش ان احنا نسيبك في نص الطريق ونمشي لانه في حتة معينة مش قادرين نفهمها او مش قادرين نهضمها للأسف بعض الناس زمق ومعظم ناس تركوه بيقول في الكتاب والرب بص على التلاميذ وقالهم انتو كمان عايزين تسيبونه وتروح وتفضلوا انا مش حابس حد يعني في ايدي اللي عايز يمشي يمشي انا مش جابر حد يعني لكن بصلم كل قلبي احنا المؤمنين اللي خدنا نروح القدس ونبتدي يعني نصبر ونوعى على الامور الروحية ونقول له رب ساعدنا نفهم ساعدنا نبتنع ساعدنا نهضم الامور حتى وان كانت في اولها عسرة لكن نقبلها حتى لو مش فاهمينها اطلاق يعني مية في المية بيقول كده ونحن امننا وعرفنا انك انت المسيح ابن الله فاكرين بطرس قالوا العبارة الشيئة دي فقلنا نكون عندنا لسانح عنا ونحن امننا بك يا رب انك انت المسيح ابن الله ومهما وجهنا من امور معقدة مش هيوثني هذا عن ارتباطنا بيك وتكريسنا ليك ساعدنا من فضلك يا رب قوة روحك القدوس في اسم المسيح امين